السلام عليكم انقلاب بيكوب يخلف قتلى وجرحى قبل قليل وفي التفاصيل خلف انقلاب سيارة نفعية لنقل العاملات والعمال الزراعيين مقتل عامل وعامل وما لا يقل عن عشرة جرحى كحاصيلة أولية وذلك في الطريق الرابط بين ولد تيمة وتالودانت على مستوى دوار بوعصيدة التابع للجماعة الترابية سيد أحمد عمر وأوردت مصادر من عين المكان أن الحادثة نجمت عن فقدان السائق السيطرة على سيارة نفعية من نوع بيكوب كان على متنها أزيد من 16 عاملة وعاملة لجني الليمون ما خلف مصرع اثنين منهم وجرحى الآخرين واستنفرت الحادثة السلطات الإقليمية والمحلية والقيادة الإقليمية للدرك الملكي إذ تم تسخر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية وأخرى تابعة للجماعة المجاورة من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي بتالودانت وفتحت المصالح الدركية تحقيقا أوليا تحت إشرف نياب العمل مخصصة حول ظروف ملبسة وقوع الحادثة في انتظار التقارير الطبية حول حالة المصابين فيما تم نقج ثماني الهالكين إلى مستودع الأموت ترجمة نانسي قنقر